موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث ناديكم الأول للصحافة وواجهتكم للتحليل السياسي الترحيب أيضا موصول لضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم الدكتور عبد المجيد سوالم أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس تحياتي دكتور أهلا بك كما اعتدنا دائما أن نبدأ بجولة سريعة للعنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش نمتع نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة القدس المحلية التي عنونت بعد نفاذ صبره تجاه بعض قادة الحركة في غزة خالد مشعل يقول لحماس اختاروا قائدا آخر وضبط سجن تابع لحركة حماس في قرية عريف جنوب نابلس أما جريدة الأيام الحكومة تحدد أسعار السلع الأساسية وتلغي الوكالات التجارية الحصرية وفي عنوان آخر الجيش الإسرائيلي يقول التهديد من سيناء لن ينتهي حتى بعد انتهاء الجدار من جهتها جريدة الحياة الجديدة كتبت مجدلاني يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها بمطالب المعلمين حسب جداو المرهونة بالظرف المالي وأنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن هجوم سيناء وإسرائيل تعزز انتشارها العسكرية على الحدود إلى الصحف العربية وبداية مع الدستور مستوطنون وحخامات يدنسون باحات الأقصى بحماية الاحتلال أما جريدة الغد الاحتلال يسمح بدخول خمسة آلاف عامل فلسطيني لإسرائيل إلى جريدة النهار طهران تلوح لإسرائيل بضربة استباقية ومع الأهرام نكمل وزير الخارجي الإسرائيلي لبرمان يقول نرفض تعديل معاهدة السلام وعلى المصريين ألا يخدعوا أنفسهم نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن وبالشرق الأوسط نبدأ نقلا عن وزير الأوقاف الفلسطيني أي فصيل يربط نفسه بإيران مصيره الفشل القدس العربي كتبت إسرائيل تحشد قوات إضافية على حدود مصر إلى الصحف الإسرائيلية ومع يدعوت أحرنود التي نقلت عن مصر من المستحيل أن تهاجم إسرائيل سيناء إلى صحيفة معرف باراك يلتقي كلينتون الليلة ومن صحيفة هارتس وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس حل الدولتين في خطر إذا لم تتلقى السلطة مساعدات مالية فورية نصل إلى ختام جولتنا بقراءة لأهم عنوين الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست مرسي يسعى لاستقلال مصر عن واشنطن عكس مبارك وإلى نيويورك تايمز الهجوم على سفارة بنغازي شكل صفعة لجهود السي آي اي أخيرا من الجارديان دولة واحدة هي الحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور عبد المجيد سوالم دكتور ندور في ذات الدائرة مسألة القادم من إسرائيل إيران إسرائيل ثم القادم من حركة حماس للأسف وهي شزء من الشعب الفلسطيني أن نتخوف من مساعيها ومن نواياها إن كانت وطنية أو غير وطنية تحديدا في مسألة العلاقة مع مصر والسعي نحو الشرق دعنا نبدأ في إسرائيل آخر عنوان لصحيفة الجارديان كان يقول بأن دولة واحدة هي الحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكثر من مراقب للحال مع إسرائيل بات مقتنع من أنه يائما دولة ثنائية القومية يائما كما يقول هود برات مثلا مؤخرا انسحاب أحادي الجانب ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إخلاء البؤر الصغيرة والبقاء في منطقة الأغوار عسكريا ومنع أي تواجد عسكري وما تبقى تكون الدولة الفلسطينية هذا الكلام وفي ضوء انشغال دولي عن القضية الفلسطينية وأخرا التقى بهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية هل تعتقد بأن هذا الكلام الذي يصرح فيه برعك سيصبح يوما حقيقة على الأرض كما كنا نشك في مسألة حدود عام 67 أو نشك في مسألة حل الدولتين كنا نتأمل فيه أصبح الآن أثرا بعد عين ما هو السيناريو القادم؟ نعم أولا فيما تفضلت به حول موضوع أو الموضوع الذي جاء بالغارديان يعني التحليل الذي تتبناه بعض الأوساط الصحفية والثقافية بما فيها بعض الأوساط الثقافية عندنا حول الدولة الثنائية القومية أنا أعتقد بأن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش نحن ناقشنا هذا الموضوع في إطار هذا البرنامج وأكرر القول بأن إسرائيل ليست معنية بدولة ثنائية القومية لأن هذا يعني نهاية المشروع الصهيوني فيما إذا كانت هذه الدولة هي دولة ديمقراطية ودولة في نهاية المطاف تتقرر سياستها عبر صناديق الاقتراع نعم بهذا المعنى هذا الحل هو الحل المستحيل طالما أن إسرائيل موجودة وطالما أن إسرائيل عدوانية وطالما أن إسرائيل توسعية هذا الحل هو خارج نطاق العقل وخارج نطاق المنطقة حل الدولتين كما تفضلت صحيح نحن نواجه أزمة حقيقية فيما يخص حل الدولتين لأن حل الدولتين بدأ يهرب إلى الأمام وأنا أعتقد بأن حل الدولتين بات مهدد بشكل كبير الآن حل الدولة المستقلة على أراضي 67 من وجهة النظر الإسرائيلي غير وارد كما تصرح الغالبية الصاحقة من القوى السياسية الموجودة في إسرائيل لذلك الحل الذي ترتئيه إسرائيل وهو الحل العقلاني من وجهة نظر الإسرائيلية هو ما يصرحه هو البرق الانسحاب من طرف واحد نظرا لتعذر إمكانية التوصل إلى سلام عبر المفاوضات من على هذه الأرضية أو من على هذه القاعدة بالتالي إسرائيل فعلا في نهاية المطاف ستنسحد من طرف واحد وهذا الانسحاب ستسوقه للعالم باعتباره انسحابا كاملا ونهائيا من الأراضي الفلسطينية بمعنى ستنسحد من كافة المناطق التي يمكن أن تصنف الآن با وجزء كبير من منطقة جهيد تبقي على الكتل الإسطنانية الثلاثة الكبيرة وتضمها إلى إسرائيل في هذه الحالة هنا لا يوجد أي حديث عن القدس لا عن القدس الشرقية ولا عن القدس الكبرى والأراضي التي يمكن أن تقدمها إسرائيل فيما إذا تم مصادرة هذه الأراضي وضمها بالكامل إلى إسرائيل كانوا يتحدثون عن تواجد مدني واستيطاني في الغور الآن يتحدثون عن تواجد عسكري في نهاية المطاف هذا التواجد العسكري يمكن أن يقدم الجزء الأكبر من أراضي الغور تحت الظريعة الأمنية إذن أنا أعتقد بأن السيناريو الذي تفضلت بالسؤال عنه وهو السيناريو العقلاني الوحيد في ظل عدم إمكانية قبول إسرائيل بدولة ثنائية القومية عدم موافقة إسرائيل على دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي السبع وستين يبقى أمامنا السيناريو الوحيد الممكن فيما إذا تعرضت إسرائيل لضغوطات سياسية كبيرة حتى من المجتمع الدولي وهو الإنكفاء أو سياسة الإنكفاء الانسحاب من طرف واحد ضم مناطق كاملة لإسرائيل وإبقاء هذه المناطق للفلسطينيين تحت مسمى الدولة أنا أعتقد أن هذا السيناريو يجب أن ننظر له نظرة جدية ويجب أن نمعن النظر بأنه في نهاية المطاف قد يكون هذا هو الحل الوحيد الممكن من وجهة النظر الإسرائيلي طيب وماذا عن وجهة النظر الفلسطينية لو فرض هذا الأمر؟ ليفرض نحن لن نقبل بأن نكون هذا في إطار اتفاق إذا أرادت إسرائيل أن تنسحب لا أحد يمنع إسرائيل من الانسحاب في نهاية المطاف نحن لن نوقع مع إسرائيل معاهدة سلام إلا على ثلاثة أسس حق تقرير المصير بالكامل وفق منظور الشرعية الدولية والأمم المتحدة انسحاب الكامل من أراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القصة الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية وحل عادل ومتفق عليه كما جاء في مبادرة السلام العربية حول قضية اللاجئين على قاعدة 194 بدون ذلك إسرائيل تعرف والولايات المتحدة تعرف والعالم العربي وأوروبا تعرف أنه بدون ذلك الفلسطينيين لن يوقعوا ما هو الغريب أنه الكل بعرف وبحرف يعني كما تقول جداتنا في أدالة الشعبية أنهم بعرفوا ولكن بحرفوا طيب مسألة اللاجئين كما تفضلت بها الحملة الأخيرة التي يعني اللاجئين اليهود ما يسمى باللاجئين اليهود أو ما يريدون أن يطلقوا عليه من اسم اللاجئين هذه الحملة لها أصداء واسعة في الفترة الأخيرة أثارت جدلا في الأوساط الفلسطينية قال البعض بأن هذا لمصلحة اللاجئ الفلسطيني في النهاية لأن ما سيثار في الأمم المتحدة إسرائيليا على هذا الصعيد يجب أن ينظر له في الكفة الأخرى لاجئين الفلسطينيين لكن هناك من يقول مثل موفق مطر في صحيفة الحياة الجديدة اللاجئين للعرب اليهود عودوا إلى أوطانكم يقول أنه إذا كانت المسألة كما بالنسبة لنا فلسطينيا حق العودة أو تعويض لمن لم يرغب فليعودوا إلى أوطانهم يقول الكاتب أن الدول العربية سترحب بقدوم إذا كانوا من من يحملون الجنسيات العراقية أو المغربية إلى آخرين وفوقها حبت مسك هل ستقبل إسرائيل بطرح من هذا النوع لو عملت الدول العربية على هذا الصعيد يعني هذا سؤال ممتاز لأنه أنا أعتقد بأن إسرائيل ضلت الطريق وأخطأت فيه تكتيكيا فيما خص طرح موضوع المهجرين اليهود أولا نحن من فلسطين لم نهجر أي يهود إذا كان هناك مشكلة ما بين إسرائيل وبعض الدول التي بين مزدوجين هجرت اليهود فنحن مع إعادة النظر في أي موضوع يعيد العدالة إلى أهلها حتى ولو كانوا يهود يعني لا يوجد عند الفلسطينيين مشكلة ولكن بين مزدوجين نضع في الخلفية كيف أتوا إلى إسرائيل كيف أتوا إلى إسرائيل هجروا قامت الحركة الصهيونية بتفجير مقراتهم لكي يذهبوا إلى إسرائيل استقدامهم بالترغيب أثمتهم الحركة الصهيونية أن وطنهم الآن بات متاحا قامت الحركة بعض الحركات المتطرفة العربية ببعض الممارسات التي فهمت على أنها تشكل تهديدا لوجودهم المادي والفيزيائي في هذه الدول كل هذا مقابل للنقاش ليست هنا هي المشكلة المشكلة بالنسبة لنا كالفلسطينيين نحن لم نهجر أحدا إذا كانوا يريدون تعويضات وأقر أن تهجيرهم كان قصريا وغير شرعي فالحل الأفضل هو أن يتم إرجعهم إلى هذه البلاد التي هجروا منها وأن يستعدوا أملاكهم التي تم الاستيلاء عليها لا يوجد عندنا مشكلة من هذا النوم يعني لماذا تقذف هذه المشكلة في وجهنا نحن الفلسطينيين ليس لنا علاقة بهذه المسألة ونرفض رفضا قاطعا وباتا وحاسما أن تقابل هذه المشكلة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين هذا حق منصوص عليه في الأمم المتحدة حق ما يسمى باليهود المهجرين لم تنص عليه أي مؤسسة دولية ولم يطرح على أي مستوى دولي مما يدل على أن طرحه في هذه المرحلة هو طرح للمناكفة أكثر منه للمقايضة السياسية وإذا كانت المسألة مطروحة للمقايضة السياسية فهذا سيعيد اللاجئين إلى جدول الأعمال وإسرائيل لا أعتقد بأنها ستكون فرحة وفي منتهى السعادة إذا عاد ملف اللاجئين ليطرح على جدول أعمال الدولي أنا أعتقد بأن بعض السياسات الغبية والمتسرعة والشاذة سياسيا يعني عند إسرائيل هي التي تتيح مثل هذه الخزعبلات السياسية وإلقاءها علها تلقى صدى إعلامي وعلها تلفت الانتباه أنا بصراحة لم تلفت انتباه أحد ولا أهمية لها وإذا نحن تجاهلنا هذه المسألة وأكد لك في الأسبوع القادم لن يسمع أحدا بهذه المسألة سؤال آخر قبل أن نغادرها إلى غير الرجعة نعم يقول موفق مطر بأن هذا الكلام أو هذه الحملة أو دواعي هذه الحملة يناقض أصلا فكرة يهودية الدولة التي تنادي بها إسرائيل أو العرق السيوني أو اليهودي في الدولة العبرية إلى أي مدى يمكن أن تكون إسرائيل في هذه الخطوات إن قلت أنت غباء سياسي أو غباء تكتيكي هل يمكن أن ينقلب ضدها في المستقبل أنا أميل إلى الاعتقاد بأن ما تفضلت به هو الذي سيقع يعني أنا بدأت أجتم رائحة من خلال النقاش الذي أثير حول هذه المسألة أنه يعني بما معنى إحنا مالنا ومالها القصة يا يعني شو جاب الموضوع الآن شو أهميته شو ماذا تريد إسرائيل أن تحقق يعني ليس واضحا المغزى الذي من خلاله أنا أعتقد بأن طرح هذا الموضوع من الناحية الإعلامية والسياسية هو طرح غبي لا يمكن مقارنة مشكلة اللاجئين بمشكلة مهجلين هل أريد منه التشويش؟ ربما الشيء الغريب في الموضوع هو أنه لدى لبرمان ولدى بعض قادة إسرائيل قضايا تبدو أنها شاذة تماما خارج السياس خارج المنطق خارج المعقول يريدون أن يضعوها على جدوى الأعمال الناس باعتبارها قضايا قابلة للنقاش وباعتبارها قضايا حيوية وأساسية ثمت أنها ليست أساسية وليست حيوية وليست هامة لأحد حتى للبرمان هناك من يقول مثل المختصين في الشأن الإسرائيلي بأن لبرمان أساسا يقوم بافتعال هذه الأمور حتى يبقى موجودا في الساحة الإسرائيلية بدرجة أولى طيب دعنا نغادر هذه النقطة لننتقل لنا نقطة دعنا نغادر لبرمان نقطة أخرى أيضا مهمة مسألة الحرب وقرع طبولها في الآونة الأخيرة تواترت هذه الأنباء مؤخرة حتى التصريحات الإيرانية باتت أيضا تظهر ارتباكا بحسب ما يقول طريق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط بأنه تظهر ارتباكا إيرانيا تجاه الهجوم الإسرائيلي سواء متوقع أو غير متوقع هل يراد منه نجاح دبلوماسية لنتنياهو في حملة ضد باراك أوباما مثلا لفرض خطوط حمراء كما يقول نتنياهو بأن إيران لم تتجاوزها ولكنها في المنطقة الحمراء الآن رئيس الحرس الثوري الإيراني قال بأنه إذا أقدمت إسرائيل على هذه القطوة فإن لن يكون هناك وجود لإسرائيل ولكن في ذات الوقت قال بأنه لا يستبعد أن تقدم إيران على ضربة سباقية لإسرائيل إنما شعرت أو استشعرت إيران بأن إسرائيل جدية في هجومها هناك من يتوقع أن كما يقول هو رئيس الحرس الثوري بأن هذا سيكون بداية لحرب عالمية ثالثة سوريا لن تكون في منأة عن هذا الوضع كما يقول طارق الحميد مثلا إلى أي مدى هذه الأزمة ستتفاعل برأيك في الفترة المقبلة وهل ستنتج سيناريو كما يصرح فيه من الساسة والقادة سواء الإيرانيين أو الإسرائيليين أو كانت ستتجه بمنحة آخر نعم إذا سألتني رأيي بصراحة وبوضوح أنا أضع هذا الذي يقال حول الحرب الإسرائيلية الإيرانية المحتملة تحت بند علم النفس ودعاية والإعلام والإعلام وليس تحت البند العسكر أنا رؤيتي بأن الضربة العسكرية المحدودة التي يمكن أن تلجأ لها إسرائيل لن تكون قبل الربيع القادم يستحيل أن تقدم إسرائيل على خطوة من هذا النوع اعتمادا على مقاله مارتن أندينغ مثلا ليس فقط أندينغ ولكن مفاز أيضا قبل أربعة أيام وخمسة أيام مفاز بالقلم العريضة قال هذا العام لا يوجد عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران قال بشكل واضح يعني الموضوع مؤجل إلى ما بعد الانتخابات يعني العام ليس المقصود طبعا عيد الميلاد المقصود أنه بعد الانتخابات الأمريكية هذا أولا ثانيا إذا كان هناك إمكانية لأن يكون هناك معركة يعني بمعنى ضربة عسكرية محدودة لبعض المنشأة النووية الإيرانية في الربيع القادم فإن هذه الضربة محدودة وليست حربا هلأ يقال أن ردة الفعل الإيرانية ستكون كبيرة إلى درجة أنه ستتفاعل هذه المسألة وتتحول إلى حرب وربما حرب إقليمية وربما حرب عالمية هذا كلام افتراضي يمكن أن تكون ضربة محدودة ويمكن أن تكون ردة الفعل الإيرانية أيضا محدودة وتنتهي المسألة عندها هذا الحد ثالثا وهذا هو الأهم أنا أعتقد بأن الضربة العسكرية لإيران لا يمكن أن تتهم بمعزل عن موافقة الولايات المتحدة وأوروبا يستحي لأن هذه المسألة لا تخص إسرائيل وحدها ولا تخص حتى أن إسرائيل هي المتضر الأصغر من وجود قنبل النومية إيرانية هذا كلام يمكن أن يضحكوا به على أناس ليس لديهم خبرة في علم السياسي إسرائيل دولة نووية باكستان دولة نووية الهند دولة نووية ويمكن أن يتعايش العالم مع إيران كدولة نووية ليس صحيحا أنه لا يمكن التعايش من حيث المبدأ مع دولة نووية هذا إذا افترضنا أن إيران هي بالصدد صناعة قنبل النووية هذا إذا افترضنا لم يثبت حتى هذه اللحظة ولا تحت أي تقرير الذي ثبت حتى الآن هو أن إيران لديها أنشطة نووية مركزة ترفض هذا هو مصدر القلق الدولي في قضية القنبل النووية الإيرانية ترفض أن تقوم الوكالة وكالة الطاقة الدولية بالتفتيش التام والإنصياع التام أنا أقول لك بكل بساطة ووضوح بأنه عند درجة محددة من فعل وتأثير العقوبات المفروضة على إيران وهي عقوبات جدية ومؤثرة يمكن أن تتنازل إيران إلى درجة أن تتفاهم مع وكالة الطاقة الدولية حول موضوع التفتيش وتحل المشكلة هذه معركة يفتعلها نتنياهو وتفتعلها إسرائيل للابتزاز السياسي في الولايات المتحدة ويفتعلونها لأن إسرائيل لا تستطيع الإجابة على أسئلة المصير وتحاول إفتعال وتكبير هذه المسألة لأسباب إسرائيلية ولأسباب إقليمية ولعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة وللانتخابات الأمريكية وتفضيل اليمين الإسرائيلي للجمهوريين والمحافظين الجدد الذين يلبسون ثوب الحزب الجمهوري هذه مسألة مركبة ومعقدة الرئيسي فيها ابتزازي وليس حقيقي وعسكري وأمني دعني أطرق مسألة أخرى إسرائيل فيها أيضا العامل المشترك مسألة مساعي حركة حماس وعلامة السؤال الكبيرة حول النوايا تجاه ما ستقدم عليه بين قطاع غزة ومصر لم نعود نتحدث أو نسمع كثيرا عن المصالحة إلا في المزاودة الإعلامية يعني مؤخرا محمود الزهار بقناة الجزيرة مباشر قال بأنه نحن في حركة حماس من قدم التنازلات نحن من قدمنا الأوراق بغض النظر يعني تقع في إطار المزاودات الإعلامية لأن الحديث في عمق مسائل المصالحة لم يعد واردا عند قادة حركة حماس في هذه الأيام يبدو كما يتفق المراقبون أن أحلامها ابتعدت عن الضفة الغربية أو عن الحلم الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية مثلا حافظ البرغوثي في صحيفة الحياة الجديدة كتب مقالة بعنوان بين البعث وحماس يقارب بين تجربة حزب البعث في سوريا وما فعل بعبد الناصر عام 67 ومقايضة ولي إسرائيل بالجولان أجل البقاء في الحكم في دمشق ويقول بأن هناك شواهد ودلائل على هذه المؤامرة وأنه غدر بعبد الناصر بعد أن كانت مصر قادمة من حرب اليمن ومنهك حتى خاضت حرب عام 67 يقول بأن حركة حماس بسعيها الحزبي لإثبات كيانها السياسي المستقل تقلد من حيث لا تدري مؤامرة خيانة البعث لعبد الناصر وهي الآن تجر مصر إلى وضع مشابه الحديث طبعا عن منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة الحديث عن مقترحات حتى أمنية في مسائل الأنفاق والحدود كل ذلك يبتعد عن وطنية فلسطين كدولة أو كيان أنا أعتقد بأن إخواننا بحركة حماس يعني بالفعل يحاولون الآن تسويق قضية المصالحة باعتبارها مثار خلاف لدى الشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني ليس فاهما من المسؤول عن إعاقة المصالحة وكأن الأمور مغيبة وكأن الأمور ضبابية وحركة حماس الآن توضح مشكلات هذه المصالحة يعني هذا بصراحة فيه تجاوز كثير وكبير للواقع حركة حماس يعني للقاصي والداني وأكثر الناس رومانسية في موضوع المصالحة وأكثر الناس يؤمنوا بالمناشدة هل تعتقد أن بقاء الملف معلقا هو ما سمح لهذه المزايدة أن تبقى مستمر طبعا طبعا أنا كنت سأتي على هذه النقطة بذلك أنا أقول لك بكل بساطة وصراحة أن المصالحة وقفت عند استعصاء لشنة الانتخابات هذا ليس موضوع خلاف لا من الناس المؤيدين لحماس ولا من الناس المعارضين لحركة حماس الكل يجمع أن المصالحة وقفت عند هذه النقطة بذلك وحماس أوقفت المصالحة عند هذه النقطة بذلك لأنها تعرف بأنه بدون هذه النقطة لا يمكن التقدم ولو بخطوة واحدة إلى الأمان بما فيها خطوة الحكومة وبالتالي لم يعد الشارع يحتمل مثل هذا التضليم فيما يخص مسألة المصالحة حركة حماس هي المعيق الرئيسي لمسألة المصالحة هذا ليس لم يعد موضوع للنقاش كيف تربط ذلك بمصنع الدخيرة الذي وجده في هذا التعريف؟ حركة حماس تعتقد أنا رأيي شخصيا بأن حركة حماس مقدمة على صفقة مع الأمريكان ومع الإسرائيليين عبر مصر وهذه الصفقة هي انفصال غير معلم واعتراف غير رسمي وهذا يكفي لحركة حماس حركة حماس لا تريد أكثر من ذلك في هذه الأثناء يكون المشروع الوطني قد ضرب في أحد مفاصله الرئيسي لوحدة الأرض والطراب الوطني الفلسطيني وحدة الأرض التي يحكي عنها للانسحار ونكون قد شتتنا التمثيل الفلسطيني وهناك مؤشرات كثيرة من قبل حركة حماس نفسها أن هذه المسألة باتت على جدول الأعمال والاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين قيادات حركة حماس والقيادة المصرية أوضح من أن نفسرها هناك اعتراف رسمي بحالة الانفصال لكن دون إثارة مشاكل لا مع السلطة الفلسطينية هل تعتقد؟ طيب أنا أريد أن أسمي قناة فضائية بعينها لأن الأمر مستفز على المستوى الوطني قناة الجزيرة في نشرتها الجوية أنا كنت أريد أن أثير هذا الملف من قبل ولكن لم تسنح القضايا في النشرة الجوية لقناة الجزيرة يتم الإشارة لكل العواصم العربية والأجنبية بعاصمة واحدة لمعرفة درجة الحرارة فيها إلا في فلسطين القدس وغزة وكأنه تكريس للانقسام هل تعتقد؟ لا تكريس للإحتلال وتكريس للانقسام بالضبط هل تعتقد بأن دولا عربية ما راضية عن هذا المشروع بل وربما تدعمه؟ دعيني أكون صريحا وأنا لا أنتمي لأي حزب سياسي ومن حقي أن أقول رأيي بكل صراحة ووضوح أنا أقول لك بكل صراحة ووضوح أن هناك مجموعة من الدول العربية تضغط الآن على السيد الرئيس لكي لا يذهب لطلب العضوية في الأمم المتحدة دولة غير العضوية وإذا أردت هناك أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة دول عربية نعم البعض البلدان العربية تريد أن تتحرر بالكامل من القضية الفلسطينية عبر ذريعة الانقسام وعبر ذريعة الانفصال وعبر ذريعة عدم إمكانية إعادة الوحدة للساحة الفلسطينية وهناك دول عربية تتذرع الآن بسحب الالتزامات المالية التي التزمت بها سابقة تحت هذه الذريعة وهناك أجواء عربية تراهن على أن يصبح هذا الانفصال وهذا الانقسام عموديا وحقيقيا حتى لا يبقى للقضية الفلسطينية أي أهمية وأي أولوية حتى لا يصاب أحد بأي حرج وبالتالي نلقي باللائمة على أهل فلسطين ونلقي بالمسؤولية على القائمين على القضية الفلسطينية ونقول بأن الفلسطينيين قتلوا قضيتهم بأيديه نعم هناك جوء من هذا وهذا الجوء يتصاعد ويتعزز وفي كل يوم عليه شواهد متزايدة ومتصاعدة إذا أردت الحقيقة هذه هي الحقيقة هل معنى ذلك أن القيادة الفلسطينية يجب أن تقوم وتعلن على رؤوس الأشهاد يعني أن الواقع العربي بات على هذه الشاكلة ربما هذا أحد مشكلات القيادة الفلسطينية أنها لا تستطيع التحدث بكل شيء ولا تستطيع المجاهرة بكل شيء أما نحن فيجب أن نتحدث هذا هو الواقع علينا ضغوط غير عادية وهذه الضغوط هي ضغوط أمريكية وإسرائيلية غير مباشرة تملى على العالم العربي وتملى علينا من قبل العالم العربي يراد لنا أن نوقع على صلح وعلى سلام بشروط إسرائيلية وأمريكية بكل بساطة أقول نحن حتى هذه اللحظة أنا أستغرب أحيانا وكنت في نقاش قبل قليل مع أحد الأساتد الزملائي أستغرب أحيانا عندما يقولون أننا نقدم تنازلات نحن موجودون من أجل أن نأخذ أشياء ولا نعطي أشياء نحن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعطيه لإسرائيل والولايات المتحدة وهذا العالم هو التوقيع وبنطمن الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والعالم العربي والعالم الإسلامي ودول عدم الإنحياس ودول أمريكا لا تني لن نوقع إلا بحصولنا على حقوقنا غير القابلة للاتصال غير هيك إحنا يا ستي ما هو ربما هناك من هو جاهز للتوقيع مين؟ باسم الشعب الفلسطيني؟ لا يستطيع أحد أن يوقع باسم الشعب الفلسطيني قد يجدوا يعني هم يحاولوا في يوم من الأيام خلق بدائل عن القيادة الشرعية الفلسطينية روابط القرى ألا تعتقد بأنه؟ ممكن يفكروا بحماس بالمناسب ما هو هذا اللي أنا أقف يعني ما الذي يجري في طفل غير قصة؟ بس لا يمثلون ولا يستطيعون أن يوقع لا يستطيعون أن يوقع وهم بالمناسبة لا يريدون التوقيع حركة حماس ليست معنية بالتوقيع أحلى سلام كان بين سوريا وإسراء بدون معاهدة سلام السلام بدون توقيع وارد يعني مغادرة مغادرة الفعل الوطني بدون توقيع هذا وارد وربما يعني يعمل من أجله العالم العربي الذي يغادر القضية الفلسطينية بدون إعلان وبدون توقيع كمان هذا وارد بس الشعب الفلسطيني شعب حي والشعب الفلسطيني أنا مؤمن بقول محمود درويش أنه كالعنقى يعني ينتفض من الرمال أنا مؤمن بأنه هذا الشعب حيوي ومؤمن شديد الإيمان بأنه من يهدد هوية الشعب الفلسطيني سيخسر من لحمه الحي شكرا لك الدكتور عبد المجيد سوالم أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس على هذه الإطلاع شكرا لك شاهدين الكرام للأسف داركني وقت البرنامج شكري لمتابعتكم هذه تحياتي أميرة حنانية ومنطقم العمل دائما ألف تحية إلى الزاوية الكاريكاترية فلتتفضلوا دمتم بخير أراكم بالغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة